قال رئيس الامريكي دونالد ترامب ان الازمة رهنة مع موسكو مفتعلة مشيرا الى ان الحزب الديمقراطية ينشر اكاذيب بشأن صلة حملته مع روسيا وحمل ترامب الكونغرس الامريكية مسؤولية تدهور العلاقات مع موسكو في حين قالت الخارجية الروسية ان مصادقة ترامب على العقوبات هي رؤية قصيرة نظر رغم التفاؤل الذي ساد جول علاقات الامريكية الروسية عقب انتخاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب فان طرح مسألة تدخل موسكو في تلك الانتخابات سرعان ما عكر هذا التفاؤل وبدأت الامور تأخذ منحا مغيرا بدغط من الكونغرس الامريكي الذي اقر مؤخرا المشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وايران وكوريا الشمالية واصدق عليه ترامب رغم وصفه له بالمعيب بدرجة كبيرة لكن البيت الابيض برر تصديق رئيسي على القانون بالحفاظ على الوحدة الوطنية الرئيس يؤيد الاجراءات الصارمة لمعاقبة وردع السلوك السيء للانظمة المارقة في ايران وكوريا الشمالية وارسل ايضا اشارة واضحة باننا لن نتسامح مع تدخل في عملياتنا الديمقراطية من قبل روسيا لكن الكونغرس قد تعد على سلطة الرئاسة ورئيس وقع على القانون لصالح الوحدة الوطنية من جانبها وجهت الخارجية الروسية انتقادات اللاذعة للإدارة الامريكية متهمة اياها بانتهاج سياسة خطيرة وقصيرة النظر وكتب رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف على صفحته على فيسبوك ان العقوبات بددت امال روسيا بتحسن العلاقات مع الادارة الامريكية الجديدة مضيفا بان هذه الاجراءات هي بمثابة حرب تجارية فعلية على روسيا وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ان فرض العقوبات الامريكية الجديدة لن يغير شيئا مضيفا ان اجراءات الرد من جانب موسكو سبق ان تم اتخاذها مشيرا الى قرار بلاده بطرد 755 دبلوماسيا امريكيا الاتحاد الاوروبي دخل هو الاخر على خط الازمة مؤكدا انه مستحد للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في حال اضرد بالشركات الاوروبية وتنفي روسيا تدخلها في الانتخابات الامريكية كما ينفي ترامب تعاون حملة الانتخابية مع موسكو ويبدو ان الازمة الحالية قابلة للتصعيد في ظل اسرار الكونجريس على الزج بروسيا في مسألة التدخل في الانتخابات الامريكية واسرار موسكو بالرد على اي عقوبات تتخذها واشنطن بحقها انات